أهلا بكم في رقنا الفنون الكتابة مسؤولية كبيرة ودوما نحن نقول علينا أن نحارب الشفاهية في السودان وأن نوثق لكل شاردة وواردة لأن الأحداث التي تمر بالسودان متكررة بالذات فيما يخص المجاعات السيول والفيضانات والكوارث المختلفة والاحتياجات التي ترصد في كل سنة والكتابة والتوثيق تجعل عند الناس التجربة نفسها وكيف نحن نخطط للمستقبل والكاتب الذي ينظر في العمق السوداني يجد أن هناك معلومات وهناك أحداث تحتاج للتطقيق والتحليل والوصول إلى خلاصة تقدم للمجتمع للفائدة وواحد من هؤلاء الكتاب والذي أتشرف جدا باستضافاته عبر ركن الفنون ومعه واحد من الكتب الذي يعتبر سفر نادر لرصد حالات الكوارث المختلفة التي مرت بالسودان من ناحية التناول والمعلومة وأيضا التحليل وإيجاد الحلول أزعت جدا بأن يكون معنا داخل الستوديو الكاتب الأستاذ أحمد الحسين أحمد عوض الله وهو مستشار في العمل الطوعي وأيضا له كتاب عن إدارة العمل الطوعي والإنساني في السودان أحنا بين الماضي والحاضر ونحن نتكلم معه رصدا للمعلومات وكمان استفادة من خبرته الطويلة مرحب بك وأهلا وسهلا بك شكرا لك وشكرا للغانا أبو عشرين السودانيين أهلا وسهلا طيب حدثنا عن فن التأليف الأدبي والله حقيقة أولا الكتابة في السودان مشكلة حقيقة لكي تتكتب مشكلة كبيرة يوضع الاجتماعي والعساري والمسائزين صحيح بعد ذلك الطباعة ذاتها بقيت مشكلة مكلفة وغير يعني استطاعت لأي إنسان نعم الثالث التوزين ذاتها أنت كتبتها والجهة اشتحزتها وفي صباح تودى وين نعم وهذه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة فبالتالي المفروض على الكاتب أنه يكون لديه مهنة أخرى عشان ما يعيش بيها ويكتب لالتزام واتجاه الموهبة اللي أداها لرب العالمين بالتأكيد أنا أريد أن أعرف تاريخ بدايتك في الكتابة أنا حقيقة عملت في العمل الطوعدة والإنساني من 86 نعم وخلال كل الفترة إلى حد الآن يعني أعمل في العمل الطوعدة الأجنبي والوطني والسوداني وكل الأعمال الإغاثية جرت في السودان نعم خلال المجاعات في دارفور خلال الفيضانات الحصرة في السودان من 88 نعم ده كله يعني يحتاج لتوسيق نعم والتوسيق يحتاج لي يعني وضع المعلومات بالطريقة الممكن إتها تفيد بها لآخرين نعم وخصوصا أنت كنت شاهد نعم 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 نحن نتكلم عن 36 سنة نعم موجود في مجال العمل الطوعدة ورصدت عدد من الكوارث المرض بها البلاد وآنا حقيقة الله عندي محاور عديدة لكن بما إننا الآن نشهد سيول وفيضانات وما يترتب عليها من أحداث ما بعد الكارثة طبعا أنت من 86 فبالتالي كنت شاهد على 88 وهي 88 الناس يتخذها علينا كمضرب مثل فعايزنا تتكلمنا ما بين 88 و 2022 يعني الاختلافات الحاجة التي كانت متوقعة هل هي زي ما هي ولا الآن الناس تطورت أكثر ولا ما الذي يحدث الحقيقة في 88 يمكن التأثير كان في الخرطوم أو العاصر لهم ضرمان وبحرهم ضرمان يعني الناس كانت ما في كهرباء ما في خبز ما في موي الشراب ثلاثة يوم لكن كانت كلها في ولاية خرطوم بعد ذاك الوضع يصطلح شوية الناس قدرت عاملت الخبز بتاعها والموي وكذا ومشت الحياة بتاعتهم لكن طبعا لها سارة يعني الناس حصلوا مرحلة جابوا إيش رغيف من برها يعني صحيح وإن كان عندي مسألة كان ممكن تكون من المدني مثلا أو من عطبر يعني ما في داعي تجي من بر بطيار على أي حال أنا أفتكر اللي حصل في لنقطة مهمة الحاجية في سواء اللي حصل في مناطق الأخرى يعني أمكن يكون المناقل ديكات أخطر مرحلة يعني في مسألة الفيضانات لكن أنا في تقديري يعني المناقل اللي بتقع في مشروع الجزيرة نعم ومشروع الجزيرة كل الغرة بتاعتهم بان ترعتين صحيح والترعة أعلى من زرعة نعم فبالتالي أي موية تطلع من الترعة بتبوز الزراعة نعم والدورة الزراعية في مشروع الجزيرة كانت أربع سنواء أربع قصادات ثلاثة يزرعوا واحد يكون بور بور صحيح وده لما تحصل زيادة في الموية المزاري يصفي مويته في البور صحيح وبالتالي استخدمك أحوض نعم نعم وبالتالي يكون إنتاجه مدأسر كثير بالماء ومطر نعم وفي نفس الوقت تحفظ موية زحتالية في المستوى نعم التالي الخطة الإسكانية حتى بقت في الغرة بنفس أسطورة في العاصمة يعني توزيع القطع للناس وبالقروش وبمعارف ايه وكذا كلها أثرت في كثير من المجارب بتاعته السيول والمجارب بتاعته الموية من الغرية لحتة تانية نعم تاني ما في في جزيرة ما في غرية تقدر تصرف الماء بتاعاته من المطر في بحر ولا في حتة إلا حتة برة يعني نعم وأنا أفتكر بدي المشكلة الأساسية الحصدت لنساء المناجي نعم لأنه أصلا بقت ما في مساحة عشان يصرف فيها في الموية نعم تاني بقت المحتاجين أنهم يعني يدبروا نفسهم طيب ما في من خلال وجودك لأكتر من 30 سنة في مجال العمل الطوعي والإنساني ما في خطوات استباقية للكوارث طبعا طبعا أول شيء دارة الكوارث دي إدارة متخصصة نعم يمكن يكون من الأشياء المهمة جدا في دارة الكوارث يعني فيها أربع نقاط أساسية في دارة الكوارث التي هي تخفيف الكارثة نعم إعادة 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 الناس لحالتهم الطبيعية نعم مدّل الناس بإحتيارياتهم يعني هي أربع خطوات ممكن أقول لك نعم 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 أول شيء التلطيف والتنظيف وتخفيف حتى الكارثة نعم وهي تمثل النشاطات التي نعم تشير تقع قبل الكارثة نعم للحد من مسببات الكارثة نعم والتغريب مخاطرة اثنين الاستعداد والتحضير الاستعداد والتحضير نعم لمثالاتها الاستيابة نعم نعم أنا أفتكر دي أربع نغات لأي كارثة تحصل طيب من خلال تجربتك أستاذ أحمد هل بتعتقد أنه فشلت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في أنه هي على الأقل مش يعني تواجه الكارثة يعني التخطيط لما بعد الكارثة وإنه في المستقبل ما يعني تكون الكارثة بنفس الحدة يعني عديك مثال الي الصاد الجوي طلع النشر قال والله في أمطار غزيرة في الولايات الفلانية كده يعني نعم قبل فترة نعم يعني دائما ما عندنا تفكير في الأشياء هاين عمل بصورة حقيقية خلال السنوات الانت كنت موجود فيها ستة وثلاثين سنة في مجال العون الطوعي والإنساني أول شيء حصد الماء ذا مياه في المناطق زي القضارف زي دارفور الجزيرة ده الصموم كلا لأنه أساساً الجزيرة هي منطقة مخططة وواضحة السيطين بتاع الزراء الريب بتاعها واضح لكن في القضارف يعنا تحتاط تعمل حصد المياه في الخريف عشان يزقل بهاين بتاعتهم الآن دارفور تعاني يعني سيولو في المناطق كان الآن تحصد هذه المياه غير كده الناس بشيل المويد للزراعة بتاعتها وكذلك في دارفور وفي النيل الأزرق وفي شرق السودان لأنه المنطقة دي محتاجة لأنك تكون عندك حفير بالتالي سيكون عندك مطر كثير حسب ما معروف وتستفيد المويدة في الفترة لما في الجفاف يعني ما في مطر لكن في الجزيرة بالذات ما مستحيل تعمل يعني إلا في المناطق البطانة ممكن تعمل فيها لكن الجزيرة الخضراء البطانة ذات عندها اتدادات على شرق السودان ومروراً إلى بادية البطانة وإلى بادية الكبابيش طيب خلينا نرجع لنقطة مهمة طبيعة الإنسان السوداني هو أبو مروه وهو زول الفزعة والبلحق الناس على المستوى الفردي هناك نجاح كبير في أنه الناس بيتمت يد العون لبعض لكن التنظيم نفسه تنظيم هذه الجهود في مؤسسات معينة بيحصل فيها نوع من التأخير وأولاً أنا يعني كلمة دماء للكل لأنه عدد من المنظمات بتبادر وبتصل وفي بعض الأحيان يعيقى أنه مثلاً بالذات اللي مشوا للمناقل أن الطريق حصل له انقطاع وهما ما قدروا يصله لكن يظل المبادرين بسرعة هما ما قدر الكارثة نفسها فالمانع شنوفي أن هذه الصفة السودانية الخالصة توظف بطريقة جمعية وحقيقة الجمعية موجودة يعني الآن في السودان خمسة ألف جمعية طبيعية سودانية نعم منظمات منظمات أو جمعيات يعني نعم كويس وفيها يعني كمه خمسين ولا كمه ستين منظمة أجنبية نعم يعني غير العدد منظمات السودانية بالنظمة أجنبية فرق كبير جداً ولو افترضنا أنه الخمسة ألف منظمة السودانية دي للمناقل لو كل منظمة اتكفلت بأسرة نعم اتكر يعني بس منظمة تكفل بأسرة دي بلا بطانية ناموسية نعم أدوية كده لكن المشكلة العامة الطوعية لسه هو في الشكل التغليدي بتاعه يعني ما احتمد على الاتصالات الحديثة على الخبرة في المجال ذاته نعم غير كده الدولة ذاتها أنا كنت دي نقطة عيزة أشير لها أستاذ أحمد المسيد أنه العمل الطوعي نفسه يظل يد واحدة إن لم تكن هناك جهود من مؤسسات رسمية وزي ما حدث في المنازل وحتى في غرب السودان في دارفور الانقطاعات اللي بتحصل في الطرق والجسور بتمنع وصول المساعدات صحيح؟ يعني يمكن المجاعة بتاعت خمسة وتمانين نعم وقت حكمة ناميري نعم يعني الناس كانت مفتكرة أنه الدولة تعني المجاعة والنظام نعم يفتكر أنه هي ما في مجاعة في مشكلة بتاع الطرحيل من المواد أو من القطارف أو من مواد زراعية لدارفور نعم والحقيقة ما كده الحقيقة أنه فعلا في مياعة نعم لكن أنا مفتكر الدولة ذاتها يعني في جوانب كثيرة في غصورة في معرفة الحقيقة الموجودة شنو نعم وده يتطلب أنه يكون عنده يعني استبيانات للناس وشبه الظروب كده نعم وده استعداد من قبل تحصل الكارثة نعم يعني مثالا هاو زي ما قلت لك الإرصاد قال في أمطار مثلا ولاية الجزيرة يحني أنا بفتكر ما مع أقول الولاية يجي تجي من الخرطوم اللي غا سموا أنه على الولاية ما عند حاجة يعنيش كواريق وطورية وناموسية وإدت مطبخ ومشمع مشمع يعني دي حاجات ما دي حاجات أساسية وعلاجة بلاريا أساسية بلاريا إسالات والنزالات وكده نعم والذين يعانون من الربو وغير الآخر أنا أفتكر لسه أن المشكلة بين المركز والولايات لسه غاية يعني ما في تنسيق في المجالات دي يعني تجي الولايات دار المركز يدعمه والمركز عادة ولاية تتحرك وتكون محتمدة على ذاتك طيب بالعودة للكتاب الهدف من هذا الكتاب الهدف الحقيقي توثيق للعمل الطبيعي والإنساني في السودان من 1985 نعم اللي هو من عدد المجاعي المجاعي وليه لأنه الفترة السنية اللي فاتت والحكمات اللي فاتت كل التقارير والبحوث والعمل عن العمل الطبيعي والإنساني بقت في ملفات الوقت ذاكي ما كان فيه كومبيوترس وكده نعم ويتحرقت وتوزعت وكده يعني معلومة عشان تلقائدت عن المفوضية سنة 85 ما بتلقى نعم أو سنة 19 ما بتلقى يعني معلومة حقية موسطة حقية موسطة نعم يعني الكتاب دي أنا بالنسبة لي التوسيق للفترة دي بالرغم من أنه عندي وكيهة نظر في كثير ما حصل نعم لكن أنا ما داير أفرض وكيهة نظرية أو أعلق عليه أنا عاوز الناس تعرف دي المراحل المرة فيها العمل الطبيعي من 85 أو لحد الآن نعم وشاكله ومقترحات له وعمله نعم لكن تفكيري في المستقبل يعني الكتاب دي ذاته يتعامل لنغاش ووجهة نظر لي أنا ولي غيري عشان نصل لحاجة مغنعة لكل الناس ووجهة نظر مختلفة نعم أتمنى أن تستمر هذه المحاولات في التوثيق للأحداث المختلفة سوى كانت كوارث بيئية أو سياسية من أجل الاستفادة منها في المستقبل هذا جهد كبير منك أستاذ أحمد الحسين أن تنتج كتاب يعتبر الآن هو الأهم على الإطلاق لأنه فيه رصد للمجاعات والسيول والفيضانات المختلفة خلال أكثر من 30 سنة شكرا وتقدير لك ولحضورك معنا وأنا عايزاك توجه رسالة بما أنه أنت اشتغلت في نوع معين من الكتابة الرصدية والتوثيقية للكتاب اللي بيكتبوا في نفس المجال أول حقيقة قبل ما أروض على سؤالك نعم في حاجة أساسية في الكتاب ده نعم أنا تردمت أكثر من سبع كتب كتبها الأجانب كانت عن السودان هنا عن الإغاثة والمجاعة في السودان نعم وخط الجزو الجانب بتاع السودان نعم يعني ده الحاجة السبع كتب كلها أجانب أو 8 كتب نعم ما عندنا واحد كتاب واحد سوداني كتب عن ما حصل في دارفور نعم أو ما حصل في كوردوفان أنا أعتقد ده شي مهم غير كده الكتابة صعبة جداً ما سهلة نعم يعني صعبة ومكلفة نعم وأنا الكتاب طبعته من ماجر خاص نعم لكن يظل هناك الآن في مساحة إنه الناس توثق إذا نصيحتك إنه الناس ترصد الآن وتوسق لأنه الآن التوسق ما بالصعوبة الكبيرة لأنه ممكن توثقه في مدونات مختلفة للكتاب أنا بشكرك ولديق الزمن يعني بقول لك استمر في هذه الكتابة لأنه إحنا بنحتاج لها شكر وتقدير الأستاذ الكاتب أحمد الحسين أحمد عوض ضل مستشار العمل الطوعي وأيضاً له كتاب الماضي والحاضر ثلاثون عاماً في إدارة العمل الطوعي والإنساني شكراً لحضورك معنا أقول للكم كتابة أخرى